منذ التاسع عشر من ديسمبر وعزلة الحيمة في مديرية التعزية تتعرض لاجتياح الميليشيا المعلومات الواردة تتحدث ان العزلة تتعرض لحصار وقصف مدفعي متواصل على منازل المدنيين العزل اغلب المواطنين فروا من جحيم الحرب وبحسب الاحصائيات المتوفرة فان ثلاثمائة اسرة تم تهجيرهم بعد اقتحام الميليشيا لبعض قرى المنطقة الريفية وتفجيرها لعدد من المنازل لا توجد كاميرا تنقل معاناة هؤلاء وتخرج مأساتهم الى الاعلام الا ان الراشحة من الاخبار تؤكد ان الحيمة تعيش كارثة حقيقية دون ان يلتفت اليهم او يساندهم احد ابناء المنطقة مستاؤون من الجيش الوطني ويؤكدون تعرضهم للخذران من جميع الاطراف حتى التحالف العربي حينما وصل الى المنطقة وصل بشكل خاطئ وحطت غاراته على رؤوس المدنيين فزاد الطين بالله لا يوجد في الحيمة اي دور انساني او اغاثي للمنظمات الدولية والمحلية فالهاربون من جحيم القصف لا مكان يتلقافهم سوى العراء بيان منسق شؤون الانسانية في اليمن جيمي ماكو ليدريك بشأن الاوضاع في الحيمة جاء خافتا بالاشارة الى الميليشيا واعمالها اللا انسانية واكثر ما اثاره غارة التحالف الخاطئة ما يعني ان الامر خاضع للمماحكات السياسية اكثر من خضوعه للاعتبارات الانسانية